مستقبل افضل لينتظر دول المنطقة هذا ما توقعه وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو غدى تام راسيم التوقيع على اتفاقية السلامة غدرت الوفود الرسمية البيت الابيض لكن المحادثات الثنائية تواصلت في العاصمة واشنطن لم تهدأ الحركة في مبنى الخارجية الذي استقبل الوفد الاماراتي برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد الذي اجرى محادثات مغلقة مع بومبيو كان يوما مشهودا كم كان رائعا مشاهدة الدول الثلاث تضفي صفة طبيعية على علاقاتها هذا الحدث التاريخي يعكس ما يمكن انجازه عندما تجتمع الارادات لتحقيق السلام تصريحات بومبيو جاد خلال لقائه نظيره البريطاني دوميني كراب الذي بدوره اكد دعم بلاده الكامل لاتفاق السلام الثناء على الادارة الامريكية امر مستحق فقد توصت وتوصلت لاتفاق سلام ندعمه بشكل كامل هذا الاتفاق فرصة طيبة للحوار بين الفلسطينيين والاسرائيليين وحل النزاع بينهم وهذا ما تتوقعه الادارة الامريكية ان ينهي اتفاق السلام عقودا من الصراع في الشرق الاوسط كما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية مورغان ارتاغوس والتي اضافت في تصريحات صحفية ان تحقيق السلام قد يصبح في المتناول عندما تنضم اليه دول اخرى العمل الحقيقي بدأ بعد اللحظة التي تم فيها توقيع اتفاقية السلامة الخارجية الامريكية تبذل جهودها الدبلوماسية لترجمة بنود الاتفاق الذي توصت البيت الابيض اطرافها امينا سريريسكاي نيوز عربية واشنطن